سورة التوبة آية 30 سورة التوبة آية 30 يا رب يكر يكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون وقالت اليهود عزير بن الله بتنوين عزير هكذا عزير ابن الله هكذا لقراءة عاصم والكساء وعقوب أما باقي القراء عزير بغير تنوين عزير بن الله عزير بن الله قالت اليهود عزير بن الله بغير تنوين هكذا بأس ما قالوا يضاهئون يعني يتشبهون المضهاي التشبيه أو الموافقة يضاهئون قول الذين اللي يقول يضاهئون بالهمز هكذا عاصم بس اللي هو شعبة وحفظ بالهمز باقي القراءة يضاهون يضاهون يعني يوافقونهم ويتشبهون بهم قاتلهم الله أنا يؤفكون ودي بعض طوائف من اليهود ليس كل اليهود قالوا عزير بن الله وقالت اليهود يعني طوائف منه واختلف في نبوة عزير هل هو نبي ولا ولي من أولياء بني إسرائيل رجل صالح يعني اختلف والراجح أنه صالح وليس نبي الراجح أنه صالح من صالح بني إسرائيل وليس نبي حفظه الله التورا فلما حفظ التورا وكانوا غير متقين لحفظها فبعد طوائف اليهود فتنوا فيه وجعلوه ابن الله على عادة اليهود أنهم مجسمين يجسموا الله ويعتبروا جسم وجالس كده على العرش ينظر لعباده وأحيانا يتعب شوية ينام ويده مغلولة وحاجات كده غريبة يعني اعتقادات اليهود في الله بقسة الاعتقادات وقالت النصارى المسيح ابن الله ودي بعض طواقف من النصارى برطة ليس كل النصارى قالوا ابن الله دي طواقف يبقى الألف واللم هنا النصارى مش الاستغراق مش استغراق كل النصارى دي الألف واللم للعهد يعني لبعض النصارى المعهدين لأن الألف ولهم كانت تقتل الاستغراق أو العموم أو الجنس يعني أو للعهد لأن في طواقف منهم قالوا هو الله وخلاص وريح نفسه كده أخذ بالك يعني في منهم من قال هو الله على طول كده بالصريح المريح بتاعهم اللي يوديهم في داية وفي ناس قالوا لا دا ابن الله ما يصحش طول كده وفي ناس تلتأ برضو منهم ما قالوش هو الله ولا ابن الله يعني قالوا عبد لله لكن كفروا بنبوة نبينا محمد فيعني الكفر أنواع وإيه هو الكفر تعريفه كل ما خلف دين الإسلام فهو أقصر تعريف للكفر ما خلف دين الإسلام وخلاص طواقف شتى والكفر أنواع كتير ومذاهب لا تنته فنسأل الله السلام يضاهئون قول الذين كفروا من قبل يبقى فين الكفر قبل كده برضو قالوا مثل هذه الكلمات وأن الله له ولد أو شيء من هذا قاتلهم الله أنا يؤفكون نسأل الله أن يسلمنا من كل فساد صدر يسير لا سبحانه ورهباً ورهبانهم أرباباً من دون الله بصلة ميم الجمع هكذا قالون بخلف عنه لأنه قالون له وجه تاني زي بقى القراء بغير سلام لكن ورش حيقول رسول الله هم برضو برضو علماءهم حجة والآئمة عندهم حجة يأتي الشرع على لسنهم بعد طواقف الشيعة الروافد عندهم كده برضو عشان تعرف أن هي برضو لها مصدر يهودي مصدر يهودي من أصلها لأن روافد أصلا الوضع الشيعة والروافد كان عبد الله بن سابق وده كان يهودي فهو ده مذهب يهودي من الأصل فنص الله أن يسلم نه يبقى المسلمين ما يعرفوش حكاية أن العلماء يعني يختصوا أنفسهم بالتشريع لا العلماء يبينوا الشرع لكن لا يشرعهم أقوالهم ليست بحجة قابلة للمناقش حتى قول الصحابي ليست بحجة الصحابي يعني حجة لو وفق الدليل ولو ما وفقش الدليل يبقى مش بحجة لكذا الإمام الشفع في كتاب الرسالة عمل عمل مبحث طويل في حجية قول الصحابي لأن الصحابي أيضا لا يشرع ده بيبين كلام النبي اللي يشرع الله على لسان رسوله بس غير كده ما فيش حد يشرع ده شرع المسلمين كده اعتقاد المسلم التواقف التانية لأ عندهم علماءهم ورهبانهم يشرعوا ما شاء وحتى لدرجة أنه بيباعوا لهم بيوت في الجنة وهم في الدنيا لسا يروح يشتري له بيت وبتاوح يحجز له حتة أرض في الجنة حاجات كده غريبة إلى الآن هذه الاعتقادات اللي أنت تتحك منها وتسخر منها موجودة إلى يومنا هذا نسأل الله أن يسلمنا إلى اعتقادات الفسد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فرد ليسي علي صوتك يريدون أن يطفئوا يريدون أن يطفئوا نور الله وأبو جعفر يريدون أن يطفوا نور الله زي اللغة العمية المصرية بالزق يطفوا بغير همز دي قراءة أبو جعفر المدن وحمزة وقفا وله أي أوجه أخرى في الوقف لكن باقي الكراء يطفئوا بالهمز هكذا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وراء الكافرون هتبقى رقيقة عند ورش الكافرون يرققها ورش بس يلا يسير هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليبذره على الدين كله ولو كره المشركون نعم سبحانه وتعالى جعل دين النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ لكل الديانات لأنه هو يجمع الديانات كلها في داخله ويزيد وأنزلنا عليك الكتابة مصدقا من الكتاب ومهيمنا عليه شبال الآية اللي في الماء ده ومهيمنا عليه فالحمد الله الذي هدان لهذا الدين القويم الذي لا نسخ لا ينسخه دين بعده أبدا إلى يوم القيام صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك المشاهدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صَلِّي أَفْضَالَ صَلَاتٍ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُقَاتِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمُ مَعْلُومَاتِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَكُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَعْفِلْا عَنْ ذِكْرِيهِ وَعْفِلْ